رواية بائعة الخبز هي رواية شهيرة للكاتب كازافيه دامونتيان رواية هذه صدرت سنة 1889 تقولوا رواية قديمة شوية والتي ترجمت لعدة لغات من بينها اللغة العربية فنروح ودرك لأحداث الرواية والتي دور على بطرة القصة جان والتي هي أرملة فرنسية من العنوان تحي نحس أنها رواية حزينة حزينة شيابا فلا فنكين شي سعادة من رواية فيها حزن فيها مآسي فيها صعوبات دونك قلنا أنها الدور على بطرة الفيلم والتي هي أرملة فرنسية تدعاجان والتي يعني توفي زوجها وخلالها طفل راضيع وطفلة اسمها لوسي ففي يوم من الأيام يشتد الفقر على جان فتضطر على أنها تروح تعمل بيش تقدر توفر طعام لولادها وتكفل بيهم فتروح للمصنع اللي كان يعمل فيه الزوج تأها تروح بيش تعمل فيه وتبدأ في العمل فتصادف في الرواية شخصية جاك جاك هذا كان صديق زوجها المتوفي واللي كان مدير مصنع هذا حتى في يوم من الأيام وبعد فترة راح يترحلها فكرة الزواج أنه يتزوج بيها ويتكفل ربما بأيتام ها ماشي تكفل بأيتام يتزوج بيها ما هي الرد تاعها أنه كانت ترفضة تماما لفكرة الزواج فكان حلمها وهدفها الوحيد في الحياة أنها تكفل بولادها وتحتم بيهم دونك هي رفضت فكرة الزواج هادي وبما أنه جاك حسب الرواية وهو يعني شخصية متعجرفة ومتكبر فيعني ما تقبلش كيفاش رفضاته وشعر بالإيهانة كيفاش رفضتني ما قبلش تزوج بيها دونك هنا يا جاك ولا حبي ينتقم منها أنا قادة ذاك الحقد وحبي ينتقم منها فحاول أنه يدبر لها ماكيدة يعني دخلها السجن فقط لأنها رفضت زواج به ولا عنده عقدة لأنها ما رفضت زواج به فقلنا حاول أنه يدبر لها ماكيدة توقع بيها في أيدي الشرطة ودخلها السجن ربما هذا هو الكتاب أنا نشوف في الصورات جالو على الشاشة هذا هو الكتاب بقياد الخبز ولو قلنا فكما كان الحال يقدر أنه يدخلها السجن وهذا أنه يروح يحرق المصنع هذا كوالي سقلها التهمة بالما خطط لها مليح كما قل على سبق التخطيط ولو دونك قلنا أنه يسقلها التهمة باللي هي اللي حرقت المصنع هذا فكما كان الحال يحكم على جان بالسجن المؤبد ولقد مرغت النفوا لacak الضابت لا بأشير المصنع everywhere